موسيقى صباح الخير لكم مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم بيوم جديد حلو كتير نفتح عيوننا ونحن كنا نايمين على عطر الأداسة اللي بيتميز فيها لبنان من خلال حفل تطويب الأبوين الكبوشيين الشهيدين الطبويين الأب تومة صالح والأب ليونار ملكي وحلو أنه اليوم كمان الكنيسة المسيحية الغربية عم تحتفل بأحد العنصرة ونحن مع ضيفنا قدس الأب أجابيوس نعوس رح نحتفل بخميس الصعود اللي عيدناه من ثلاثة أيام على الأمل أنه الأحد الآدم كمان نعيش العنصرة الحقيقية ولنعرف شو هي العنصرة الحقيقية ضروري نكون عم نعمل تمهيد من خلال خميس الصعود نحكي شو هو الصعود الإلهي وبالتالي منفوت أكتر برمزية هالعيدين المهمين بالكنيسة جمعة وخاصة بالكنيسة الشرقية لقاءنا الأول مثل كل أول أحد من كل شهر عبر يوم جديد من شاشة الأو تيفي مع قدس الأب أجابيوس نعوس كهن كنيسة مارليس للروم الأرتوديكس لم طيلب أهلا وسهلا فيك أبونا اللي هي الله يبارك بحياتكم بعيد الجميع بالعنصرة أتمنى أيضا القداسة أن تعم العالم كله وأن يتقدس كل إنسان على هذه الأرض الله يبارك بالأبوين الذين ارتحلها كشهداء والشهيد في تراثنا المسيحي يدخل خط عسكري إلى ملكوت السماء الشهيد للمسيح طبعا لكن دقلنا خاصة إذا كانت الشهادة إكرامة السيد المسيح أبونا إذا نحكي شوي عن الصعود الإلهي دايما كل سنة بهذه المحطة ومع أكتر من كهن ومعك حكيين بالموضوع لأن بيكون نهار خميس والناس بيعني عملها ما بينعطى أهمية كتير لهذا العيد اليوم رح نفوت أكتر بتفصيله لنعرف أهميته بالكنيسة جمعاء وصولا للمرحلة اللي بيختم فيها حياة يسوء على الأرض هي أحد العنصرة خلينا نبلش كيف حدثت عملية صعود السيد المسيح إلى السماء أول شيء بدأت شكر ربي صعود المسيح على قبولك أن تحاور حول الصعود الإلهي لأن الصعود عندنا لا ينتهي ونحن في حالة صعود دائم وما بعتقد أنه الكنائس الأخرى الغربية أيضا ينتهي عندها تحديدا عيد الصعود أيضا لأنه عيد سيدي والعياد السيدي هي عيادة نقول سيدي هي تقتنى في كل يوم وفي كل زمان وفي كل مكان تبارك الله الذي يشاء الكل أن يخلص وإلى معرفة الحق يقبله كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين حدث الصعود إليت تكلم عنه الكتاب المقدس في محلين في الكتاب المقدس فقط لا غير بشكل مباشر ولكن دلائل الصعود موجودة في كل آيات الكتاب المقدس الصعود الإلهي حدث بعد أربعين يوم وهذه الصورة اللي عم تحطوها على الشاشة المباركة وكتير مبسط أنك عملت سورتش علي إلي لحتى أن نشوف سوية أن المسيح يسوع المسيح صاعد وملائكة الله تحتف به والأجمل من هيك أنه هو صاعد والسحابة تظلله ولكن هو يخرج من دائرة الكون المخلوق إلى دائرة أخرى لتشوفها الأبعاد الثلاثة الموجودة هالدوائرات الثلاثة الموجودة من دائرة الإنسانية إلى دائرة أعمق بعدين أعمق بعدين أسود من الداخل الأسود اللي نحن بنسميه العمق الأقصى اللي ما حدا بيقدر يدخل إليه مشان هيك نحن نقول أن اللاهوت أو الألوها بشكل كامل جوهر الله لا يمكن أن يدنى منه مشان هيك منقول أنه هذا الظلام الدامس إذا بتكون أو العتمة المطبقة ولكن حتى أقول أنه حدث الصعود تم بعد أربعين يوم مباشرة من القيامة والجميلة الكتاب المقدس بيقول كلمات هيك صغيرة ولكن مهمة كثير كثير ولما قال هذا كان يخبرون أن يلازم أوروشاليم وهم ينظرون يعني كانوا ينظرون إليه عيانا وهم ينظرون أخذته سحابة عن أعينهم وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض يعني المليك وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء هذا هو النص الأبرز الذي بيحكي عن صعود المسيح أنه بعد أربعين يوم طلعوا معه على جبل الزيتون وهناك اختفى إذا بدكن جسديا عنهم وصعدا إلى السماء وبدأت عملية أخرى اللي هي إذا بدي أحكيها لأبل عمقال أبل أحكي خلال الحديث عن مفهوم الصعود الكامل ولكن بدي ألفط النظر أيضا أنه اللي كتب الحدث الثاني عن الصعود هو نفس الكاتب يلي كتب هون بعمال الرسل اللي هو لؤة أيضا بلؤة بإنجيله آخر آخر أربع آيات خمس آيات بإصحاح 24 من لؤة بيحكي أيضا عن الصعود بيقول كمان كان مع التلاميذ ولكن بيفرجينا منظر آخر أنه انفرد عنهم على جبل الزيتون وهناك من بيت عنية صعدة إلى السماء لحتى نقول نحن تماما أنه الصعود هو أبعد من أن يكون صعود مكاني فقط لأنه إله مدلول اللهوتي والمدلول اللهوتي هو مقدس لنفوسنا أبونا بالنؤمن نقول وصعدة إلى السماء وتجسع عن يمين الإله الآب عن أي سماء بس منكم عم نحكي أول شيء وقتنا نحكي نحن عن السماء ما بقى عم نحكي عن سماء مخلوقة لأن يسوع المسيح لا يمكن أن يكون صعدة إلى سماء مخلوقة وإذا بدنا نقول إلى سماء مخلوقة يعني لازم نفتش عليه بشي غيمي بالسماء لحظة مش مش الله خلق السماء والأرض ملا مش هو السماء اللي خلقه الله طلع عليها بقول كتاب المقدس ليس أحد صعيدة إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي في السماء يسوع المسيح لم يترك السماء أصلا حتى وقت اللي شفته أنت بالجسد هو أيضا في السماء ولكن أنا بدي حاول إرفع مستوى فكري اللي عم بيسمعوني لحتى أقول أنه أكيد ليس في قبة السماء اللي نحن منشوفها لأنه السماء إذا بدي أحكي كمان فيني وصف سماء الطيور مثلا محل ما بطيور هذه السماء فيني أقول سماء النجوم محل ما هذه السماء خاصة جاية من خلفية فيزيائية حضرتك أمونا ودك تقول السموات الآخرة أدبت بعيد بالسموات أنت عقلك حضر محدود ولكن اللي خلانيك خد الكلمة باللغة اللاهوتية السماء يعني سمو يعني صعد الله إلى مكان أسمى من طبيعة البشر والمهم أكتر من هيك أنه إذا أنت اليوم بتروح بتاخد أي عدسات تصوير بتطلع بأي قمر أسطنائي بتفتش ما رح تشيئ ما رح تلاقي شيء في السماء لأنه هذا الذي لحنا نتكلم عنه حجبته عن عينهم سحابة لحتى نقول أنه خلاص بطلوا عم يشوفوا بالشكل الذي كان يرى شكلا إنسانيا ولكن خليني أقول على السؤال تماما شو الجواب ما هو ما هي السماء السماء هي سماء السموات عندنا بحسب تعليمين السماء السموات هي المكان الذي يليق أن يكون فيه الإله العظيم اللي بنسميه السمو الأعلى أو الألوها يعني كلمة سماء يعني تألح يعني أنت أنا وقت بطلب لك أن تكون أنت جالس في السماء وقت بتقول مثلا عن واحد بتقوله نفسه بالسماء وقت لأنت بتقوله نفسه بالسماء إذا واحد ميت مش عم تطلب أن نفسه تكون في غيمة بالسماء أن تكون نفسه في السماء يعني أن تكون نفسه متألهات العزم يعني أن تكون بالحضرة الإلهية يعني السماء تحديدا هي ملكوت الله فإذا كلمة للمؤمنين للمشاهدين اللي بيحبوا أنه يتعلموا كتير من وقال نحكي عن سموه هذا المجد الإلهي أو سموه السموات يعني نتكلم عن الأولوه عم نتكلم عن ملكوت الله وفين يقول أكثر من هيك أنه وين الدلائل يا أبونا اللي عم تحكيها حتى أنت تجي يعني إذا أنت بتروحوا مثلا لبطرس التاني أنه حتى في اليوم الأخير في اتباط مباشر بين سعود المسيح إلى السماء بين سعودنا نحن في المستقبل إلى السماء يعني في اليوم الأخير بيقول أنه كل هذه العناصر اللي عم تشوفها أنت الأرض وغيره وانت تتحل إلى أن يأتي سماء جديدة وأرض جديدة الأرض الجديدة هي بلقوت السموات والسماء الجديدة هي الحضور الإلهي في هذه الأرض الجديدة حيث يسكن العدل والبر وحيث ما بقى من نعتمد على شمس الضوينة لأنه بيسير يسوع المسيح هو شمسنا وهو حيئنا وجلسها وصعيدة إلى السماء نقصد فيها تماما هي الألوها أبونا اسمح لي بهذا السؤال أرجوك وأنا بتجرأ دايما أطلع سئلة لأن بتحطني على الطريق الصحيح بالزمن الميلاد منقول رني مئاته السموات وابتاهي يجي نعم اليوم نحكي عن سماء ولا عن سماء ويته هلأ فسرت اللي أنه هو بالسماء وفي غيمة حجبته ونحن منقول يعني لما نترك هيد الدنيا نطلع لنا نلتقى بوجه ربنا هل هو حتى بالسماء الخاصة فيه محجوب عننا يعني نحن روحنا ما بتقدر تلمس وجه الله بالسماء تبعنا أنا كتير بحب أسئلتك لأنه أول شيء عفوي وهذه مباركة من الله وبيعتبر فيها إلهاماتنا الروح القدس صدقني وبتشكرك أنك أنت أوقات بتطلع عن المتفيدة عليها تحت الهواء ولكن بشكرك يعني مش أنه بالعكس ممنونك وبتشكر الله على وجودك وبشكر الله أنك أنت موجود اليوم لحتى تسألني هسؤال أول شيء اللي بتحكي عن سماء أو سماوات إن كان باللغة المفردة أو باللغة الجماعية زيتها لأنك أنت اللي بتحكي بتقدر تحكي بالمفرد عن الله وبتقدر تحكي أنت عن مجد الله الذي لا يدرك وبتقدر تحكي أنت عن اللي بيسموها قوة الله الغير المنظورة اللي هي إلهية أو قوة الله غير المخلوقة اللي هي إلهية اللي بتصير بالجماع فإذن سماء وسماوات كل نفسها فإذن المطلوب أن نكون في ملكوت السماوات ملكوت السماوات يعني وتقول السماوات يعني حيث لا إمكانية أن يحجبك عن الإله أي أمر يعني أنت باليوم الأخير ستكون أنت مواجهة مع الإلهي اللي بيسميه الضوء الحقيقي مشان هيك هناك تودخك أعمالك هونيك يبتح ترق بلاهيبه يبتح بلاهيبه لأنه هو نار آكل سبدا نحكي كاريكاتوريا لنقرب على بعضنا ولكن سؤالك بيعجبني كتير لأنه أنا دائما بدي فرق كمان أنا عم بشرحوني بين ما يدرك من الله وما لا يدرك من الله إذا بدي اعتبر في عندي عملة نأدية في عنده واجهين واجهه الله سمح أنه نحن نتعاطى معه يلي هو وجه الله يلي هم سميه قوى الله غير المخلوقة ولكن في وجه ما حدا بيقدر يفوت إليه يعني أنت ما فيك تدرك كنه الألوها لأنك إذا بتدرك كنه الألوها بتكون أنت صرت مثل الإله زيته بتصير كنت الله بالجوهر فجوهر الله هو غير مدرك وإشان هيك بالأيقون اللي حطونا إذا شفت في عمق أسود هذا الجوهر ما بتقدر تدركه أنت ولكن أنت بتقدر تشوف هذه السحابة إذا بدك يلي حجبته يلي هي ضياء منه يلي هي أيضا وأيضا هي ألوها طيب أبونا يعني منقول نحن جلس عن يمين الآب صعيدة إلى السماوات ولا جلس عن يمين الآب كل من جلس نجيب بسرع لنوصل لأشياء أهم كما بالنسبة لي أول شي يمين الآب يعني المجد الإلهي القوة الإلهية يعني عم نحكي نحن عن يمين وليس عن يسار اليمين الذي هو الموالات إذا بدك يعني القوة الإلهية أي الألوها بحد ذاتها يعني أجلسها إذا بدك عن يمين القوة عن يمينك العظم عن يمين المجد هذا أول ولكن كل من جلس بهمنات نقول للمشاهدين جلس يعني استقر في عندك استقرار يعني أنت بتكون متحرك ولكن في محلة تستقر يعني نقول صعيدة إلى السماوات إن السلحة صعيدة إلى المجد ليبقى في المجد ما بقى في إمكانية أن نعود نراه متجسدا بالطبيعة البشرية الصافتة هذه اللحمية والدموية فإذا خلاص صعيدة لكي يصعد الطبيعة البشرية فيك تفتح للايين فيك تفتح عم تفتح لهيك شهيطة على الأسئلة كيف أزا ننتظر مجيء الثاني أولا هو موجود معنا في كل لحظة الله لا يفارق السماء كما قلتلك والألوهة لا تصعد ولا تنزل يعني نحن هلأ هو موجود معنا ولكن نحن ننتظر المجيء الثاني مجيء مجيء يلي بنسميه المجيء الآخر لكي يدين العالم الدينونة العاملة الذي ستنكشف ألوهته لنا يعني هلأ أنت بتتكشف ألوهته لألك بقدر مسعك أنك أنت تكون أنت مقترب إلى الضياء يعني أنت اليوم بتجاهد حتى تكون عم تقولي يارم أنا لنورك أنا رضياءك أريني وجهك خليني يكون أنا معك من مجد إلى مجد أكتر من هيك معاينة الله المسميه كما هو هلأ أنت تجاهد وتطلب نعمته لكي يغضقها عليك مجانا حتى تحص عليك أنت أنت ارتقيت بالفرح اللي حم تسميه الفرحة الإلهي ولكن في اليوم الأخير هذا الإله الذي رأيته صاعدا مثل ما اسمعت هلأ بالنصر الإنجلي ستراه يقول لك شو بيكون أنتوا شاخصين إليه ولكن كمارا يتموه صاعدا في المجد سيأتي أيضا في المجد ديانا للعالمين لحتى خلاص يبطل في شرور ولكي يستقر العدل للصالحين والأشرار بيكون زبا العجب طيب أبونا ليش كان الصعود بهيدا المجد وبالتالي شو هي معجزة الصعود الحقيقية بتشكرك على السؤال الثاني والسؤال الأول أجبت عليه بشوي اختصار ولكن السؤال الثاني بيهمني إليك العالم بيفتكروا أنه المعجز اللي عمل يسوع المسيح بالصعود أنه طلع إلى السماوات هو فوق هو الإله العظيم في لاهوته اللاهوت برجع بيقلكم لا يصعد ولا ينزل اللاهوت موجود في كل مكان وزمان ولكن بدي أقول لك أنه هالصعود اللي احنا شفناه العجيبة هي مش صعود يسوع المسيح إلى السماوات مثل ما قلنا فإذا هو فوق أصلا لا شو بده يطلع إذا كان في شيء هل قد عجيبة العجيبة هي تحول الجسد نحوة المحكي عن الصعود هو تحول الجسد يعني هذا الجسد الإنساني اللي كان المسيح يسوع في ذله يعني هذا الجسد صلب وأوهين وبصق عليه والدعوة إذا بدك باللغة يسوع المسيح أخلى ذاته أخذا صورة عبد في لحظة الميلادي اللي أنت ذكرته أخلى ذاته ولكن الألهوته موجودة معه ولكن أخذ الطبيعة البشرية إلى خاصته يعني إذا بدك ضم الطبيعة البشرية إليه إلى الألوها لكي يصل بهذه الطبيعة إلى أن يرفعها يعني إذا هو نزل للضل أنت تحت أنا شو بدي فيه ما عاد بيهمني فإذا يسوع المسيح إذ تجسد تجسد لكي يصل بك إلى هذه اللحظة اللي هي لحظة صعودك أنت إلى السماوات يعني أنت بهذه المرحلة اللي شفته فيها ضعيف كان عم بهيئك لكي تقتبل أنت مجده يلي هو قيامته حتى أنت بعدين تصعد معه إلى السماوات ولكن عربون صعودك أنت إلى السماوات يجب أن يبدأ فيه هو ذاته فمش أنهيك يا سؤال المسيح أصعدت طبيعة البشرية إلى فوق ولكن الطبيعة البشرية ما فيها تكون طبيعة بشرية فوق الطبيعة البشرية بيقصيت أعادة بمحل بغيمة الطبيعة البشرية هي عندها الكثافة اللي نحن نسميها الكثافة البشرية يلي أنت الجاذبية بتأثر عليها الصعود تضغط بموتك لوحدك تطلع إلى السماوات أنت بتطلع بالطيارة مع كل البريسيون اللي بيعملوا لياها وبتضلع وتفقع دينيك كيف إذا طلعت لفوق فإذن الموضوع هو تحول هذا الجسد نحن نقول أن يسوع المسيح قرر بعد قيمته أن يرفع طبيعة الجسد هذا الصاقط من جسد اللي بنسميه جسد خاضع للمادة والأخري إلى جسد بنسميه نوراني إلى جسد روحاني أبونا رح أتجرأ أطرح السؤال أرجوك تفضل بفهم من حديثك لما نفذ أنفسه على الصليب وأسلم الروح يعني هو ما مات هو حي إلى الأبد بس أعطانا هيدا المساج ليقلنا أنه هو قادر على إقامة الأموات وهيدا الهيكل اللي بدو يعيد بنائه باليوم الثالث أنا بتشكرك من كل قلبي وريد أقول لك جرأ أقول وأسأل أنه فيه إلهامات نحن أول شيئا نتكلم عن موت نحن لا نتكلم عن موت الألوهة الألوهة لا تموت إطلاقا الألوهة هي المحية عجيبة يسوع المسيح في القيامة أن الألوهة أقامت هذا الجسد الإنساني ونحكي نحن عن موت إلي في اللغة العربية الواضحة هو انفصال النفس الإنسانية عن الجسد الإنساني صار فيه انفصال فمات يسوع المسيح في الجسد صار فيه الانفصال بين نفسه الإنسانية وجسده الإنسانية اللي هو أخده على عطيه لأنه ما كان تجسده وهمي ولا كان تجسده كذبي كان تجسده كامل مثلك مثل أي حدا بده يخضع لهذه الحالة لحالة الموت مثل ما أنت رح تخضع مثل ما أنا رح أخضع المسيح خضع لهذه الحالة ولكن قوة يسوع المسيح وين تكمن قوة يسوع المسيح تكمن أنه هو وحد بين الألوها وهذا الجسد الضعيف وقته وحد هذا هذا الجسد الضعيف بانقسامه إذا بدنا نسميه يعني هو انقسام النفس عن الجسد ما أدري يواجه هذا الانقسام هذه الألوها فأعيدت هذه الوحدة بسبب أن يسوع المسيح الإله موجود هنا فالسنية الجسدية التسقت بالألوها والنفس البشرية التفل التسقت بالألوها فأعادت الوحدة بالشنية قام المسيح وقام المسيح قام المسيح ولكن لم يقم المسيح لتبقى أنت منقسم أيها الإنسان فأوحدك أولا في القيامة الأمر الثاني أعطى نفس جديد للقيامة نفس الجديد للقيامة اللي هو الصعود عم نحكي عنه أنه هذا الجسد مثلا دخل والأبواب مغلقة إذا بتلاحظ مشوا معه التلميذي وما عارفوه لك أقرب الناس إليه مريم المجدلية قال لك كف عن لمسه وما عرفته عم تلمسه وما عرفته أنه المسيح يسوع والآخر فأنا بدي أقول لك أنه طبيعة الجسد الصعود تتغير يعني يسوع المسيح طبيعة جسده تغيرت يعني تغير من المستوى المادي إلى مستوى آخر اللي حم نسميه المستوى النوراني أو المستوى اللي منسميه التأله فمن شانه نحن نشوف هون هلأ هلأ الأرض أولئك الذين يصلون إلى حالة التأله إلى بحالة المعاينة الإلهية أداء الجسد يتغير عن الأداء العادة لدرجة أن أوقات ممكن تشوفهن في سبات أوقات ممكن تشوفه خي عم يعمل عشر تلاف سجدة هذا الزريب ما عم يتعب أوقات بتشوف مثلا التلج غططه لأحد الإنديسين ثلاثة شهر التلج غططه ولكنه مضاء من النور الإلهي فإذا الحم نريد قوله يترقى هذا الجسد من حالة الضعف إلى حالة البهاء فالصعود هو حتى يقولك أنه أنت أيضا ستصعد أيها الإنسان إلى حالة البهاء مشان هيك أنت صاعد إلى فوق أنت سامي إلى فوق أنت مترقي أيها الإنسان طبيعا أنت أيضا وأيضا ستترقى إلى رمزي الصعود باليوم الأربعين شؤال ما بيخلص هذا جوابه لأن مرة حكينا عن الأربعين بترتيب يوم الأربعين بالنسبة لأيلي أول شيء سؤال أول شيء كلمة أربعين حسب النصوص الكتابية الموجودة رمزيتها أنه في انتهاء مرحلة لابتداء مرحلة أخرى إن الطوافان مثلا مذكركم أربعين يوم أربعين ليلي راح الطوافان بلش الخير مثلا يسوع المسيح جرب في البربية أربعين يوم وأربعين ليلة في الجسد لكي يقال أنه حتى إبليس إجا حاول أن يجرب المسيح ولكن انتهت مرحلة التجربة ودخل يسوع المسيح بمرحلة اللي بيسموها البشارة العلنية حتى نقول هوني مثلا أربعين يوما وأربعين ليلة أول أمر أربعين يوم وهو بس باقي معهم هذا المهم بالسؤال بالنسبة لألي مش بس أربعين يوم أنه مطل أربعين يوم لحتى يقول انتهت مرحلة الضعف حتى يقول يسوع المسيح انتهت مرحلة الضعف واسمعوني كتير مني لكي يقول يسوع المسيح من الحرف الواحد أنه مرحلة إخلاء ذاته آخذة صورة عام تنتهي ما بقى فيك تحكيني أنت عن السقوط ولا بقى فيك تحكيني عن صليب ولا بقى فيك تحكيني عن موت لأنه انتهت هذه المرحلة وأنا مرحلة القيامة هي بدأت ولكن مهم كتير تسمعوني الكلمة الأربعين يوم أنه بقى يسوع المسيح معهم أربعين يوما أول أمر كان يعيدهم بالروح القدس أنه بدأتهم باليوم الخمسين لحتى يقوموا أكتر لحتى تتغير طبيعتهم من طبيعة انهزمية خاطئة ساقطة خائفة مترددة متبلبلة وإلى آخره إلى طبيعة أخرى الأمر الثاني كان يشدد لهم على حدث القيامة لأنه ما كل العالم آمنوا بالقيامة مشانك تراء لهم 11 مرة يسوع المسيح تراء لهم بالعيان بعد قيامته من الأولاد لحتى تثبت القيامة ولأنه أن القيامة هي قيامة حقيقية وإذا أنا أخدت هذا الجسد هلأ اللي أنتو عم تشوفوه مع أنه طبيعة الجسد بعد القيامة تختلف عن طبيعة الجسد قبل القيامة يعني أنت بعد موتك طبيعة جسدك تختلف عن طبيعة جسدك بعد قيامتك ولكن لحتى تفهموا أنه أنا هو ذاته اللي مات هو ذاته اللي آم راح فرجيكم حالي فرجيهم حالوا مدة 40 يوم منذ 40 ويثبتوا الكلام بالآيات كان عم بيعمل آيات وعجيب وأكتر من هيك حتى يتطمن على تلاميذه أنه بلشوا ينتقلوا إلى مرحلة أخرى من مرحلة العياني اللي عم سميه على ذلك الجسد إلى مرحلة الإيمان مشان هيك يجال له تومى يا تومى ما كنت موجود ليش ما كنت مؤمن كنت مؤمن لكتوبا للذين آمنوا ولم يروا يا رجل فبلش يحسوا أنه هو بده ينتقل عنه أصلا يسوع المسيح قبل دفنه وقبل قيامته وقبل صعوده كان عم يخبرهن على حدث القيامة مشان هيك أنت قالت كلمة حلوة كتير حستفيد منها صلب مثلا نمات وإلى آخر يسوع المسيح من على الصريب قال عندما أرتفع أرفع إلي الجميع يعني عم يحكيون عن ارتفاع بده يرفعهم إلى فوق يعني حتى في الصريب هي قفزة إلى سمع فإذا الصعود في خاطر المسيح دائما ولم يتغير يتغيب عن خاطر المسيح لحظة حدث الصعود لأن حدث الصعود ليس له إنما لك أبونا مع أنه كان عم بيقلهم بس شفنا أنه حدث الفراء كان مؤلم للتلميذ وبأول فترة من الفترات حسب يعني ما مشوف حتى بالأفلام الدينية اللي بتجسد هيدا الحقب يعني إذا كان للتلميذ مؤلم نحن المؤمنين اللي ما رأينا منه مؤلم يعني إلي اللي عم تقوله بفهمه لأنه كلنا سوى متلقطين بأهداف المسيح إذا بدك جسديا أنه كانوا تخصر التلميذ أنه شايفينه بس أنا بأبي أعتقد أنه لازم يكون مؤلم هلأ مؤلم كان لأنه هني كانوا ينتظرون أنه يبقى معهم إلى الأبد وهو قال له نها أنا ذا معكم إلى الأبد ولكن نفتكروا رح يبقى معهم إلى الأبد جسديا يعني حتى يموتوا هني هو بعده باقي من الجسد وبعده شب كمان إذا بدك بمنظاري لأنه قام وخلص هو طبيعته هذي القيامير خيرت بالضلمة عنه هيك مكفكف علينا ولكن أنا بحب أعطي مثل كتير حلو أنا بحثي أنه كان لازم يتم حدث الصعود تبع يسوع المسيح بالجسد ولازم أن يصعد يسوع المسيح بالجسد خلص بطل نشوفه بالعيان وننتقل إلى الإيمان ولكن لا يا أبونا بنظرك لازم يكون يتم مع أنه مؤلمة للناس المتعلقين لأنه ليك يا إريواطل بيكون في عندك واحد أوي حد منك بيجي عليك أي حدا بتدزل أوي عليه تستقوي فيه مباشرة بس يكون يشول عند التلميز يقولوله دخيلك هذا أبني مريد يروحوا لعند المسيح يقولوله يا أبو ما قدرنا نشفيه يعني كل مدأ الكوز بيجرى يا يسوع أنت ندخل يا يسوع أنت ندخل قال لهم يا عم يا جي يا جماعة أنا جيت لحتى تصيروا أنتوا يسوع لحتى تصيروا أنتوا بهذه القوة ولكن كل شي وأنا وراكم هيك أنتوا رح تخطفوا وأنا أنت تظهروني فهلأ جا دور أن أختفي أنا لكي تظهروا أن خلينا أعطيه بطريقة كاريكاتورية أحلى الولد 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 لك شو حلو هالمثل بحبه كتير الولد وقت الأمه بتخلفه أمك وقت تخلفتك أول شي عملته حطتك على صدرها ما في مجال يعني اللي صار أنه هي عم تعطيك قوة عم تعطيك هذا الاستمرارية من الحياة ولكن إذا بتضل حطتك على صدرها كل الحياة بتضل بي بي كل الحياة ومعها تقدر تكبر بده يجي وقت أنك تنفطم بده تفطمك بده تفطمك بده تبعدك عنه خلاص روح دبر حالك روح مشي بده بدك تمشي إلى وحدك وإذا ما عملت هذا الفيطان ما كانوا تلميز ممكن أن يكونوا شهودا لذلك فمنشان هيك نحن الكتاب المؤدس بيقول أنه المسيح يسوع هو عم يثبتهم بهذه المرحلة الأربعين يوم كان عم يقول لهم لك لا تبراحوا بروشاليم هلأ لأنه بعد ما أخذت الروح القدس ولكن وقت تبتأخذ الروح القدس ستكونون لي شهودا ليس في أوروشاليم في الأباس ولكن في العالم أجمع بتكون روح قالوا اذهبوا وتلميذوا كل الأمم معمدين إياهم فإذا دفعهم إلى هيك هلأ لأنه الوقت دايما أصير بدي أعطي هالمثال حفظوه خلوا بزهنكم لك يا أوليدي يسوع المسيح ما تركنا أصلا وقت نحكي نحن صعيدة للمسيح يسوع المسيح لم يفارقنا يسوع المسيح موجود معنا في الأسرار يسوع المسيح كل ما اجتمع اثنان باسمي أكونوا أنا بينهم لم يتركنا ولكن تركنا من الرؤية الجسدية إلى الرؤية الإلهية الإيمانية فإنديش أنت مؤمن بهذا إنيش بتكون أعوى وتأكد أنه في كل لحظة أنت ستسقط فيها تأكد أن المسيح حاضر حدك لحتى ينشلك وآخر شي حفاظه أنت إيدي النسر وقت بدي يعلم أولاده الطيران بيحطهم عجواني بعلق فيهم يأتي بيطلعهم إلى السماء هونيك بيتركن بيتركن بتصير هالنسر شو تليبر بيصير بذي يطب بيصير بذي يطب بيتعلم الطيران ولكن النسر منه ما لا حكمة ولا غبي اتصور أنت مثلا النسر شايف منه رح يلططم بالأرض وما عم يطير ويتركه وقت بيشوفوا بدورتهم وقت بتلاقي بشكل مثل النسر بيحملوا على جنحيه وبعلي وهذا هو مع المسيح ياسوى المسيح صعيدة إلى السماء وتركنا لحطا نطير ونقوى ويقعدنا ونكون نحن وجهن له وشهودن له حالو كتير يعني كان لازم نختم هون بس لأن في شغلة أشرت الله حضرتك ببداية اللقاء اللي رح نحكي عنا بسيئة الحديث ما بدي غيبة طنعت المعلومة للمشاهدين أنا بتمنى أعطوني وقت ما بدهم لماذا حدد الرب أنه سحابة حجبته عن عيونهم واللي فسرت لي وخاصة بالأيقونة العمق الأسود كمان هيدا شي خاص بألوهية يسوع المسيح السحابة يا أبني يا حبيبي هي الحضور الإلهي هكذا تكلم عنها الكتاب المقدس ويسوع المسيح ما غير اللي كانوا بيعرفوه اللي بيعرفوها خلاها مثل ما هي ولكن لقد كان الشعب اليهودي ورافق من الحضور الإلهي كان سحابة ورافق الشعب اليهودي في صحراءهم وفي غيابهم وفي كل مرة كانوا ينظرون إلى هذه السحابة ينظرون إلى الحضور الإلهي وقاتل يسوع المسيح سعيدة إلى السماء أرر أن تكون هناك السحابة لكي يقول لهم أن هذا الذي ترونه هو هو نفسه هو الإله فالحضور الإلهي موجود وأنه هلأ أنتوا بدي ألكون شغلي أنتوا اليوم نذكروا أنه على السحابة أنا طلعت حتى ما تفتكروا حالكم أنوا راجعين أنتوا يا أموات ما بيقول الأموات بدوا يقومون يرجوا على السحابة واللي من تحت بدوا يصعدوا بدنا نصعد نخططف جميعا إلى السماء على السحابة لكي يقول أنه ما تفكروا حالكم أنه بعض ذلك أنتوا بإجريكم بدكنوا تطلعوا في اليوم الأخير كمان هذه السحابة لأنوا أنتوا بيكون تخططفوا على السحابة السحابة يعني مش إجريهم هذه يعني أنت ستقوم في وضع آخر في جسد روحاني متمجد أي متأله أبونا سؤال أخير وهيك توصي أخيرا إذا بدك للمشاهدين ولا قلنا يسوع مات على الصليب كرمالنا برأيك نحن كمسيحيين اليوم عنا الشجاعة نموت كرمال يسوع أنا ما بيعتقد الإنسان الخاطئ بيستطيع أن يموت من شين حدا ليس من أحد يموت من أجل حدا إذا كان خاطئ ولكن الإنسان الذي يحب شخص حتى المنتهى يموت ويفديه بدمه أنا بيستغرب هالشعارات اللي بيسمعها اللي ممكن نسحها أي قوة بالروح بالدم نفديك يا فلان وقت اللي بيحبه شخص ممكن أن يفدو بدمهم فإذا أحببنا المسيح يعني نحن كرهنا الخطيئة كرهنا العالم وما في العالم من أوسيخ فمن شين هيك نحن يجب أن نرتقي إلى حالة أخرى يا إلي من حالة التراب والأرض إلى حالة المعاينة الإلهية صدقني الصعود بالنسبة لألي هو أن تترك الأرض وتترك التراب وتترك الخطيئة إلى الأرض وإلى الخطايا التي تميت تحت 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 لكي تصعد مع المسيح وأنا بأعتقد أنه اليوم نحن حياتنا المسيحية هي جهاد لكي نحب المسيح كي نستطيع أن نموت عنه لا هو من ننطر نموت عنه ولكن نموت حقيقة من أجله بتقلي شو يعني من أجله من أجل أن تكون معه أنت أيها الإنسان لأنه هو هو أنت إذا كان والأعظم من هيك أنا بأمن أنه سر التوبة الممدود إلينا في كل نواحي حياتنا إن كان بفعل سر التوبة والمعتراف والإفخارستي وإلى آخره كل هذه الأسرار هي أسرار مقدسة لك لكي تصعد أنت أيها الإنسان وفي كل مرة تسقط تسقط في الخطيئة يالابد أنت أن تنهض وفي كل صعود من الخطيئة أنت تصعد مع المسيح وآخر كلمة بهذا النقطة بقولها هي التالية إليه أصلا حياة روحية اللي أنت مدعو إليها كإنسان المسيحي شو يعني الإنسان المسيحي ينمو في الروح وكل نمو في الروح القدس اللي أنت نحن اليوم إذا بدك ما بنقدر نعيش بدون الروح القدس في كل نمو انتبه في كل نمو هناك صعود مع المسيح ربي وإليه أن نصعد إليه أمين شكرا لك أبونا أحد مبارك لألك ولرعيتك نحن نشوفك الشهر الجايب إذن الله مع أطلال جديد ودايما الكلام عن يسوع ما بيخلص بعد ألاف سنين هو حاضر وقد كانت مهمة هذه الرسالة اللي ترك لنا إياها نحن عم نحكي باسمه واليوم قلت حضرتك أنه كل اتنين بيكونوا موجودين يسوع بيكون بيناتهم ودايما بتقلي أوقات الأسئلة وأنا دايما بقول لهم الصبايا بيستحي لما فير أجابيوس بيقول لي هيك أنا العبد الخاطئ بس يمكن ما بعرف من من شوق إلى أعرف يسوع أكتر وإفهم يسوع أكتر وأنا يمكن هالقد حبت رمل بهالكون الكبير بحب أطرح هذه الأسئلة يعني معرفة الشخصية بالدرجة الأولى بعدين إذا فيمنا إفادة بقدر عممها على المشاهدين فأنا بشكر دايما حضورك وبقول لك ما بتجرأ أطرح هذه الأسئلة لحدا تاني مش عميزك عن غيرك أنت مميز عندي بس أنا بحترم كل ضيوف وبعملهم بسواسية مثل ما بيقولوا بس بهذا الموضوع تحديدا لما بدأ أحكي عن يسوع أنت الوحيد اللي بتجرأ أطرح عليك أي فكرة بتخطر على بالك الله يطوب بعمرك وأنا حدني حب ترمل حدك إلى أن ينفخ فينا المسيح قوته ويجعل من الحجارة أبناء لإبراهيم أمين شكرا لك أبونا مشاهدينا لقاءاتنا اللقاء التالي بيجمعنا باختصاصية التغذي ميرنا الفتى خليكن معنا اشتركوا في القناة